أعلنت الحكومة العاصمة المؤقتة عدن مدينة منكوبة بسبب حجم الخراب والخسائر الهائلة في الأرواح والممتلكات التي خلفتها سيول خلال الأيام الماضية رئيس الحكومة معين عبد الملك دعا في تغريدة عبر تويتر الدول ومنظمات الإغاثة إلى مساعدة حكومته في مواجهة الكارثة واحتواء آثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين عبد الملك أشار إلى أن الشلل الذي طال مؤسسات وأجهزة الدولة منذ أحداث التمرد في أغسطس الماضي وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة أضعف قدرة الأجهزة الحكومية وفاقم العجزة في فعالية مواجهة ظروف طارئة مثل هذه السيول أغرقت أحياء عدة وأوقفت كل مظاهر الحياة ويتوقع أن تكون مؤسسات حكومية قد تضررت ومن بينها إرشيف السجل المدني الذي يعود تاريقه إلى منتصف القرن التاسع عشر وأظهرت هذه السيول مدى كارثية الحال الذي تعانيه المدينة التي يتصارع الجميع للسيطرة عليها وحين تغرق يتبادلون الاتهامات ويحمل كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر وعلى الرغم من تكرر كوارث السيول لا تبدل الجهات المختصة من الجهود ما يكفي لتجاوز الكارثة وتستمر الأخطاء المسببة للكوارث كالبناء في مجال السيول وبالتالي تحويل طرق مياه الأمطار باتجاه الأحياء السكنية التي كانت بعيدة عن هذه الأخطار إعلان الحكومة لمدينة عدن كمدينة منكوبة هو الآخر عمل من قبل ناشطي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بنوع من الكيد السياسي وبدلا من الاهتمام بمعاناة الناس والتوقف عن عرقلة مساعي إنقاذهم واصل هان بن بريك نائب رئيس المجلس هجومه على الحكومة التي سبق أنقاد ميليشيات لطردها من عدن في أغسطس الماضي محملا إياها مسؤولية الوضع القائم رغم أن الحكومة لا تتواجد في المدينة